من جهة أخرى حضر الدكتور عبدالله الربيع في مدينة نيويورك مبادرة إطلاق الصندوق الإحسان إلى الأطفال بشراكة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي سيعمل على تنفيذ برامج ومشروعات تساعد الأطفال الأكثر احتياجا في بلدان العالم الإسلامي التي تتعرض لأزمات وكوارث وعشر الربيع إلى أن إطلاق الصندوق العالمي للأعمال الخيرية للأطفال سوف يساعد على توزيع الصدقات للأكثر احتياجا